سيئ الذكر ومحمد بن زايد يشهدان إعلان مخطط رأس الحكمة فهذا ما قاله رئيس الإمارات عن المشروع الاتنين اتمشوا الحمد لله مع بعض وشاهدوا عرض مرئي حول المشروع وأهدافه وفكراته العامة وما ينطوي عليه من أهمية اقتصادية واستثمارية وعقارية وسياحية كبيرة والرئيس الإماراتي وجه الشكر للفرق العاملة في المشروع من الجانب الإماراتي والجانب المصري وثمن المخطط الخاص به وأهدافه الطموحة أكد الشيخ محمد بن زايد أهمية المشروع في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وأن مشروع رأس الحكمة يمثل نموذجا للشراكة التنموية البناء بين البلدين وتمنى للقائمين على المشروع التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف المنجوة خلال السنوات المقبلة بما يعود بالخير والنماء على الشعبين الشقيقين لن يعود هذا المشروع بالخير على الشعب المصري يا شيخ محمد لأنه أنتوا اشتريتوا الأرض أنتوا خدتوا خير البلد عشان كده البيع باطل يا فخامة الرئيس البيع باطل صدقني محدش في الشعب المصري مقتنع بدا لا في برلمان الشعب انتخبه ولا في إعلام الشعب بيثق فيه بتكلم على مدينة الإنتاج الإعلامي ولا في رئيس الشعب شايف أنه بيمثله أو بيدافع عن حقوقه ولا في حكومة بتحاول أنها تشتغل لمصلحة الشعب فهم في الآخر يا شيخ محمد مجموعة من الموظفين عندك أنت اللي بتصرف عليهم أنت اللي بتأكلهم أنت اللي بتشربهم أنت اللي بتديهم المصروف أنت اللي بتمنع عنهم المصروف أنت اللي بتخليهم ياخدوا مواقف أو يتراجع عن هذه المواقف وبالتالي دول مش بيمثلونك شعب مصري فما تتكلمش على مصلحة الشعبين لأنها مش موجودة أنت بتتكلم على مصلحة النظام اللي انت مشغله النظام اللي انت بتصرف عليه حد يقول لي أسامة هو انت مش فرحان عشان رأس الحكمة لا طبعا مش فرحان لانه اللي حصل النهاردة لا يقل يعني مصيبة وفداحة عن تنازل سيء الذكر عن تيران وصنفير للسعودية ابدا انت بتفقد اصول الدولة واراضي الدولة وكنوز الدولة لمصلحة فتات الفتات بتلقيه الامارات او السعودية لسيء الذكر الشحات الذي ذهب بالبلاد الى تقزيم قيمتها وانها اصبحت صغيرة للغاية امام اموال السعودية والامارات وقطر والكويت وغيرها وبالتالي احنا مش مبسوطين الشعب المصري مش شايف ان ده اللي حصل خير بشكل او باخر طيب الصورة بتاعت السيسيو بن زايد خلنا نشوفها مع بعض اهو السيسيو واقف اهو مع محمد بن زايد الصورة دي بتفكر حضراتكو بحاجة خلوا الصورة على الشاشة وافتكروا معايا كده الصورة دي يوم 4 اكتوبر 2024 طب ايه اللي حصل يوم 15 مارس 2015 مش كان فيه مؤتمر اقتصادي مش كده كان فيه مؤتمر اقتصادي في الوقت ده او مارس ولا ابريل يا ريت الزملاء يفكروني يا مارس يا ابريل 2015 كان مؤتمر الاقتصادي في المؤتمر الاقتصادي كان فيه واقفة شبه دي واقف فيها سيء الذكر برضو بدل محمد بن زايد كان محمد بن راشد وجنبهم كان الراجل اللي اسمه العبار بتاع الامارات كانوا بيتكلموا عن العاصمة الادارية الجديدة والسيسي قال له انا عايزها تخلص امتى قال له عشر سنين قال له عشر سنين ايه الكلام ده ماينفعش قال له اقمر قال له اقمر 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 امبرح انا عايزها امبرح لا لا الموضوع ده ماينفعش معانا بالشكل ده في اللقطة اللي شبه دي بالزبط فيه 2015 ايام المؤتمر الاقتصادي كانت الامارات في 15 مارس صحيح 2015 شكرا كانت الامارات بتاعت سيئ الذكر انها جاية تعمل له العاصمة الادارية جديدة بعدين سحبت لانه مالتزمش بالموضوع ولقت القصة مش جايبة همها هل هنشاهد سيناريو المؤتمر الاقتصادي مرة تانية بنفس الطريقة الامارات سحبت ادم العاصمة الادارية وراح السيسي استلف من طوب الارض وجاب الصين ودخل في ديون مخفية عشان يعملوله العاصمة الادارية لو فيه صور تانية عرضوها جماعة وهنا محمد بن زايد جاي له عشان يعمل ايه عشان يمضي معاه القصة بتاعة رأس الحكمة فهل انا برضو نفسي اعرف حاجة معلش يا جماعة يعني الرجل اللي قاعد بيكتب اهو ماشي قاعد بيكتب والرجل الاماراتي المفروض انه كتب وخلص وورا فيه واحد واقف عادي واقف عادية خالص حاطت ايد على ايد محمد بن زايد عادي واقف حاطت ايد الاثنين يعني جنب بعض في مشهد بروتوكولي مش كده هو عبد الفتاح السيسي ماله يعني عبد الفتاح السيسي ماله يعني ايه المنظر ده معلش حد يقول لي كده ايه المنظر ده يعني ده ايه يا جماعة والله واقفته دي ايه يعني عارف انت في كل بيت في كل بيت في قرية الفتحة والخطوبة بيبقى فيه حاجة كده اسمها الصانية اللي هي مامة العريس دخلة بالصانية اللي فيها بقى ايه الخاتم على غوشتين على مش عارف فالعروسة دايما بتبقى وقفة الوقفة دي وقفة خدودها محمرة كده وبصة في الارض وبتتحك ومشبكة اديها بتقطع صابعها بتفرق مش عارف وقفة متوترة فهو السيسي ماله يا جماعة بقى امانة والله بعيدا عن معارضة الراجل بعيدا عن الصفقة بعيدا عن اي حاجة هو وقف كده ليه هو عامل كده ليه هو ماله هو تعبان فيه حاجة وجعاه فيه حاجة مش فاهم يعني هم جايين يخطبوله ولا جايين يعملوا رأس الحكمة انا فعلا والله هذه المشاهد لم نرها في التاريخ الا مع هذا القزم مع هذا المسخ يعني دي وقفة واحد فرحان ولا واحد مكسوف ولا واحد بيتخطب ولا بيخطب ولا واحد ايه ايه ده ايه ده ايه من الناس كلها في الصورة طبيعيين طبيعيين جدا كل اللي في الصورة طبيعيين معادة شخص واحد مش طبيعي الصورة نفسها مش طبيعية الصورة نفسها وبالمناسبة احنا كمان شوية هنستعرض صور زي دي وهنتكلم على تفاصيل الصور اللي اللي زي دي طيب انا عايز بس اقول له حضراتكو على حاجة خلاص اجمع اشيله الصور مقدمة الحلقة النهاردة واحنا بنتكلم على ان احنا رفضين هذه البيوعات وهذه الصفقة انا بدعو كل الناس اللي بتتفرج عليها النهاردة اكتبوا على هاشتاج التوكيل مزور يعني ايه التوكيل مزور يعني احنا موكلناش حد الامارات لازم تفهم انه التوكيل اللي اشترت به النهاردة من السيسي مزور الشعب المصري لم يوقع على هذا التوكيل ولم يفوض لا سيء الذكر ولا مصطفى مدبولي ولا البرلمان وبالتالي التوكيل مزور صفقة رأس الحكمة باطلة بيع رأس الحكمة باطل الزملاء بقى على فريق السوشال ميديا يختاروا الهاشتاج اللي هم عايزينه لكن الناس تكتب انها بريئة من هذه الصفقة لازم صدقه النهاردة يعلم عشان الزخم والهيسة اللي يعود يعملوها وايوة انتوا بعتوا رأس الحكمة انتوا النهاردة ما عملتوش استثمارات انتوا بيبيعوا حتة من دمنا حتة من أرضنا ومحدش قالوكو تعملو ده او اداكو توكيل